موسيقى أهلا أحبان ومشاهدين في كل مكان سنتحدث عن موضوع في غاية الأهمية موضوع تجلي المسيح وهذا يعتبر واحد من أهم الأحداث في حياة يسوع المسيح ما هو المقصود بالتجلي وأين حدث وماذا حدث في هذا المكان أنا أشجعكم أن تشاهدوا هذه الحلقة ولسيما يمكن بعض مشاهدين من المتشككين الذين ينكرون ألوهية المسيح وينكرون مجد المسيح مهم جدا أنك تسمع هذه الحلقة لأنه سنلقي الضوء على هذا الموضوع كالمعتاد إذا عندك أي سؤال أي استفسار أي مداخلة أرقام الهاتف موجودة أمامك يمكن أيضا أن تشاهدنا لايف على الفيسبوك على السوشال ميديا ومحب أسمع منك سأعود بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان موضوعنا تجلي المسيح المسيح الكامل بلا خطية يعتبر معجزة أخلاقية معجزاته الخارقة كانت واضحة وضوح الشمس أمام الجميع تعليمه المتميزة والفريدة يشهد لها الحكماء والعلماء والفلاسفة لأنه لا يوجد تحت الشمس أو في التاريخ معلم كيسوع المسيح فإذن ما هي أهمية هذه الحادثة اللي بتكلم عنها حادثة التجلي هذه الحادثة موجودة في البشائر التلاتة في بشارة متة ومرقص ولوقى في الإنجيل المقدس ولكن البشير يحنى بيتكلم أكثر إسهاب وأكثر يعني عن هذا الموضوع عن موضوع مجد المسيح مجد المسيح اللي بيبتدي طبعا من الإصحاح الأول والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كمل وحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا وفي اليوم طبعا في الإصحاح الثاني اللي هو في إنجيل يحنى مكتوب في آي 11 هذه بداية الآيات قد فعلها يسوع في قانا الجليل حين أظهر مجده وآمن به تلميذه وطبعا في بيكمل طبعا في عدة أماكن ولكن بشكل واضح في يوحنى 12 اللي بيتكلم عن صوت الآب مجد وأمجد أيضا صوت الآب كان صوت مسموع بيتكلم عن الإبن وطبعا صلاة يسوع المسيح الشفاعي في يوحنى 17 عندما يبتدأ بالقول وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته العمل الذي أعطيتني إياه قد أكملته في آية 5 والآن مجدني أيها الآب بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم مرة تانية بوضح لأحبائنا المشاهدين نحن نؤمن بكلمة الله الحية المقدسة نؤمن بعسمة الكتاب ونؤمن أحبائي أن المسيح له وجود قبل وجوده قبل ما أن الكلمة يتخذ جسدا وجوده وجود أزل فالمسيح حي لا ولن يتغير هو هو أمس واليوم وإلى الأبد فإذن مجد المسيح لا يزول ولكن في ملء الزمان أخذ جسد وهذا الجسد كان يعني مثل أي إنسان لهذا السبب نحن نؤمن كمسيحيون إنه المسيح كان إنسان كامل وإله كامل طبعا والطبيعتين أو يعني متحدتان بطبيعة بشخص واحد بجوهر واحد طبيعة واحدة هو يسوع المسيح ولكن الطبيعة الإنسانية هي كانت زي غلاف للهوت لأنه اللهوت غير محدود فهو موجود من الأزل موجود أو محجوب محتجب في المسيح يسوع ولكن هذه الحادثة على جبل التجلي نرى انعكاس نرى تغير نرى تحول كما يقول الكتاب في آية 2 متى 17 وتغيرت هيئته هذا المجد البهي هذا المجد الأسنى المكتوب عنه الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأمجاد كل يعني بتعبير عن وجود الله الكامل فإذن هو التعبير الإلهي اللي ظهر في حياة البشر فإذن هذا المجد أحبائي مجد متلألئ متألق مشع بنور يعني بجسد نوراني قوي جدا أقوى من لمعان الشمس هذا ما حدث ليسوع المسيح على جبل التجلي فالسؤال طبعا خلينا نرجع لخلفية هذا الموضوع الخلفية أنه كان يسوع موجود في منطقة بنياس اللي هي قيصرية فليبوس في الشمال على حدود سوريا وهناك يسوع المسيح سأل من يقول الناس أني أنا ثم سأل من يقول أني أنا ابن الإنسان كانت أجوبة متعددة والبعض قالوا النبي أو واحد من الأنبياء إرمياء إلى آخره إليا يحنى المعمدان تعرف كان في أذهان التلاميذ خليط من الأجوبة اللي هي بتتكلم عن يعني برضو تفوق يسوع المسيح كالنبي اللي وعد به بحسب سفر التثني أصحاح 18 موسى اتكلم عن نبي مثلي اللي بيصنع كل الآيات الخارقات والمعجزات ولكن بعد هذا السؤال طبعا أجاب بطرس أنت هو المسيح ابن الله الحي ولأول مرة في قيصرية فليبوس طبعا الرب يسوع قال من هذا الوقت في آية 21 ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم فأخذه بطرس إليه وابتدأ ينتهره قائلا حاشاك يا رب لا يكون لك هذا يعني رفض كليا رفض تماما فكرة الصلب أو صليب يسوع المسيح وهنا أحبائي كما يقول في آية 23 فالتفت اللي هو يسوع التفت وقال لبطرس اذهب عني يا شيطان أنت معثرة لي لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس طبعا هذا إعلان صريح إعلان واضح ولأول مرة يعلن الكتاب أو يعلن يسوع للهدف الرئيسي والغرض الأساسي اللي جاء من أجله يسوع المسيح أنه كل الغرض من التجسد مش على أساس يكون المسيح سوبرمان صانع معجزات معلم متميز وحياته خالية كل ما هو في المسيح مجيد وفريد ومتميز وعجيب ولكن ليس هذا هو الغرض كل الغرض لأنه ابن الإنسان جاء لكي يطلب يخلص ما قد أهلك لأنه مكتوب لأن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين فوضح الهدف من هذا الوقت يعني في قيصرية فليبوس من هذا الوقت ابتدأ يوضح عن الغرض هو حقيقة أنه أنا أجيت حتى أقوم بالخلاص الموعود به واللي تنبأ عنه أنبياء العهد القديم واللي كان في فكر الله الأزلي أن يكون المسيح هو الفادي وفداء أحباء بلا دنس ولا خطية دم يسوع المسيح معروفا قبل تأسيس العالم وعندما ابتدأ أن يوضح الغرض طبعا حاشة هذا المسيح الكامل وصانع المعجزات والمعلم العجيب وأنه المسيح أن يموت على الصليب فالتلميذ حتى بعد القيامة لم يستوعبوا ولم يفهموا بالكامل بل البعض منهم كان عندهم رفض كامل لفكرة الصلب الصلب للمجرمين بس انت بار فكيف يموت البار من أجل الأثيم ولكن هنا ابتدأ يوضح الغرض الأساسي أنه جاء حتى يروح لأورشاليم هنا نرى شجاعة المسيح مش ابتعد عن الصليب أو هرب منه ولكن حقيقة وجه نفسه نحو أورشاليم وهذا اندل على شيء بدل على قدرة المسيح على سيادة يسوع المسيح وعلى توقيت المسيح لأنه قال لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن آخذها فإذن ليس لقياف أو حنان وليس لرؤساء اليهود وليس لبلاطوس أو هيرودوس أي سلطة أن يصلب المسيح ولكن بإرادته ذهب إلى الصليب وبتوقيته الخاص على الصليب نكس الرأس وأسلم الروح وهذا اندل على شيء جاء من أجل مخطط كامل خطط الله العجيبة الفريدة المتميزة هون طبعا بطرس تضايق من هذا الكلام حاشاك يا رب ولكن في هذا الأمر لم يساوم المسيح ولم يساير بطرس مع أنه أعلن واحدة من أعظم الإعلانات على تفوق على سمو وعلى ألوهية المسيح أنت ابن الله الحي أنت الذات الإلهية أنت كلمة الله المعلن اللي جاء من عند الله ولكن قال له يسوع أبعد عني يا شيطان طبعا خيم روح الحزن على وجوه التلاميذ وهنا أحبائي أعطى الفكر الأساسي لتبعية يسوع المسيح من كم الأحبائي حينئذ قال يسوع لتلاميذه إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها ومن يهلك نفسه من أجل يجدها لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه لاحظ الكلام بيكمل فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته يعني بيتكلم عن المجيء الثاني رح يرجع وهذا تعزية أولى للتلاميذ في هذا الموضوع وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله الحق أقول لكم اسمع ما قال للتلاميذ إن من القيام هاهنا قوما لا يذقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته أو آتيا في مجده في مكان آخر وهذا المجد أحبائي مجد المسيح اللي تم من خلال صلبه وموته وقيامته لأنه هزم الموت والمسيح حي وهذا الملكوت الملكوت الجديد اللي بيتكلم عنه يسوع المسيح فهذه المقدمة خليها في بالك لما أقرأ هذه الآيات وبعد ستة أيام مسافة طبيعية من منطقة بنياس قيصرية فليبوس وحسب وين المنطقة هل كان عندما أعلن بطرس أم استمر لأنه في متة في مرقص بيتكلموا ستة أيام لوقة البشير يقول بعد نحو يعني بالتقريب نحو ثمان أيام وهذه المسافة اللي من عند جبل الشيخ أو جبل حرمون من عند سفح الجبل اللي هو قيصرية فليبوس في الشمال تأخذ طبعا مسافة على الأقل ستة أيام حتى يوصلوا ويصعدوا إلى جبل طابور جبل طابور أحبائي موجود في الشمال قريب من الناصرة وقريب من قان الجليل يعني بيجي في الوسط وقريب أيضا من بحيرة طبرية بيجي في المنتصف بيجي عند سهل مشهور جدا هذا السهل اليوم نسمي مرج ابن عامر أو سهل يزرعيل يمكن تتذكر قصة نابوت اليزرعيل وهذا السهل الواسع جدا وبيمتد إلى وصولا إلى جبل الكرمل إلى مجدو المنطقة كل هذا الوادي اللي الكتاب بحسب رؤية 16-16 بيسميه وادي هار مجدو وادي هار مجدون فهذه المنطقة وجبل طبور نحن نسميه جبل الطور هو جبل منفرد بين الجبال وهو جبل عالي في وسط هذا السهل وفي أسفل الوادي في بلد تسمى دبوري أو جاء الاسم من الاسم دبورة القاضي دبورة في سفر القضاء والنبي والقاضي والمخلصة المنقذة دبورة في العهد القديم هي التي هزمت جيوش سيسرة رئيس الجيش عند جبل الطور أو جبل طبور فهذه المنطقة اللي بنتكلم عنها جبل مرتفع حوالي 600 متر فوق مستوى سطح البحر يعني بالتحديد 588 متر فوق مستوى سطح البحر ومسكور طبعا هذا الجبل جبل طبور في سفر يشوع إصحاح 19 في سفر القضاء في قصة دبورة في إصحاح 4 وفي سفر أرمية اسمع ما يقول كتاب إصحاح 46 آية 18 حي أنا يقول رب الجنود اسمه يعني اسم الرب كتبور اللي هو جبل طبور بين الجبال وككرمل عند البحر فمن جبل الطبور للكرمل كل هذا الوادي العظيم سهل يزرعيل أو وادي هار مجدون هذا هو الوادي المتسع يأتي يعني طبعا بيتكلم عن يسوع المسيح فبشبه الاسم الثبات والمكاني هو كجبل لا يتزعزع شامخ فطبعا بيتكلم عن قوته عظمته وهو جبل منفرد عالي وطبعا بحسب بشارة أو بسبب سفر بطرس بطرس الأولى بطرس الثاني آسف الصحاح الأول بيسميه الجبل المقدس واليوم طبعا المؤمنين احنا منسميه جبل التجلى لأنه على هذا الجبل تجلى يسوع المسيح فمن هذا المنطلق بعد هاي الخلفية منيجي ل إصحاح 17 وبعد ستة أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب يحن أخاه وصعد بهم إلى جبل عال منفردين هنا فيه إعلان خاص ومجد خاص خصص به ثلاثة من تلميذه اللي كانوا بيرافقوه كذا مرة كان بيختار مثلا في بيت يايروس رئيس المجمع أو في بستان جد سماني وهنا بيأخذ تلت تلميذ طبعا ليؤكد وعده بقيامته من المجد حتى يدرك التلميذ حقيقة المسيح الإلهية وجوهر لهوته ومجده الأزلي ثم أحبائي حتى يبين أنه تجلى المسيح هو إعلان مسبق لملكوت الله اللي يتكلم عنه في آية 28 في الإصحاح اللي قبله إن من القيام هاهنا قوما لا يذقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في مجده أو في ملكوته فإذن اختار ثلاثة قبل القيامة لأنه كانوا حسسين منزعجين لأنه بحبوا الرب يسوع على فكرة صلب المسيح كل إشي مدرك كل إشي مفهوم بالنسبة لهم ولكن ما زال الفكر الفكر السياسي الاجتماعي الديني بيرجعوا لعصر المكابيين التحرير والاحتلال بيرجعوا للفكرة تحرير الهيكل من الرومان وطبعا تحرير أورشليم ويبتدئ الملكوت الأرض ولكن قال يسوع مملكتي ليست من هذا العالم وهذا طبعا مهم جدا لأنه بحسب الشريعة شريعة موسى أي شهادة لازم تكون على الأقل اتنين أو ثلاثة فهنا ثلاثة شهود شاهدوا لهذا الحدث وطبعا حياة يسوع معجزات يسوع قيامة يسوع صعود يسوع كله ببين وببرهن حقيقة لهوته أنه فعلا اتأكدوا من وعد بالقيامة وأنه حقيقة اختبروا لهوته ومجده الأزلي وأنه هذا هو الإعلان المسبق لأنه كانوا حزانة وكانوا أصلا ضد فكرة الصلب فإذا هنا إعلان مسبق لملكوت المسيح مكتوب أحبائي وتغيرت هيئته قدامهم وأضاء وجهه كالشمس وصارت ثيابه بيضاء كالنور فإذا هنا بيتكلم عن يعني تغير أو تحول يعني الكلمة التي تستخدم من اللغة الأصلية في اليوناني هي كلمة متامورفيسيس اللي هي بتتكلم عن تغير في الشكل الخارجي نور باهر نور ساطع وجهه كالشمس كما وصفه في سفر رؤية الإصحاح الأول يعني في عز في قوتها يعني في عز النهار فإذا من يستطيع أن ينظر إلى الشمس وهنا أحبائي مهم جدا تغيرت وهي كلمة مهم جدا هذا التغير مش شيء يعني مخلوق لا هذا الشيء انعكاس من الداخل مجد نوراني مجد سماوي لدرجة أنه صار وجه يلمع أكثر يعني بحسب الأوصاف لوقة أو مرقص أكثر وأبيض من الثلج أو وجهه كالشمس لأنه لا توجد كلمات أرضية لوصف هذا التجلي هذا التغير تغيرت هيئته هذه الكلمة والتحول هون أحبائي يعني دائما بيطلقوا على الدودة في الشرنقة التي تصبح فراشة ولكن هون شيء أعظم بيتكلم أنه هذا نور يعني كان أو لهوت المسيح محتجب بالجسد ولكن هل يستطيع الجسد أن يحد اللهوت طبعا حاشة فالمسيح اللهوت مال السماوات والأرض والكواكب من الأزل فهو في كل مكان وزمان وحاضر في كل مكان وزمان وهو موجود في كل وقت أحبائي مش محدود في الزمن ولكن هذا ظهور خاص لبعض من التلميذ حتى يعني ما ينهاره من فكرة الصلب حتى يشوفه قبس من هذا المجد الأسنى من هذا المجد المتقلق هذا المجد المتلقلق نستعمل كلمات باللغة العربية بس اللغة العربية محدودة فلا تحد الله فكيف نستطيع أن نحض الله الغير محدود لهذا السبب حتى في كل الديانات الشرقية نستخدم تعبيرات نستخدم استلاحات نصف فيها الله الله بيسمع هذا يعني أنه عنده دنين مادية الله بيشوف هذا شمناته عنده عنين لأنه هو غير محدود لما نقول أنه الله جلس على العرش إلى آخر نستخدم الله يعني عنده القوة أو بيضرب أو بيرجع أو كل هذه الإصطلاحات يد الله قدرة الله رجل الله قلب الله كل هذه تعبيرات عن شخص وصفات أو طبيعة الله ولكن كيف نصف اللامحدود بالمحدود وكيف نستطيع أن نصف يعني هذا الإله المال الكون بشوية الطراب موجودين ما يسمى العقل فنحن محدودون واللغة محدودة نحتاج أن نكون في السماء في نفس الجسد حتى نستوعب أو حتى نضرق حتى ولو شيء بسيط نحتاج كل الأبدية حتى نعرف عن الله تغيرت هيئته الرسول بولوس لما كتب كنيسة روميا قال ولا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم تغيروا نفس الكلمة يعني كلما اقتربت من يسوع كلما تشبهت بيسوع المسيح كلما نور المسيح يضيء في حياتك يشع في حياتك وهذا ما حدث مع الشهيد الأول استفانس وهذا ما حدث مع موسى على جبل سينة كان وجهه يلمع لأنه كان في محضر الله نظروا إليه واستناروا ووجوههم لم تخجل فبرضو الكتاب بعلمنا أنه كلما اقتربنا يعني ناظرين في مرآة نتغير بيقول الكتاب في كورونتو ثلاثة وطمنتعش نتغير إلى تلك الصورة عينها نفس صورة المسيح من مجد إلى مجد يعني كلما تغيرنا في المسيح نقترب نتشبه أكثر بيسوع المسيح تغيرت هيئتهم أضاء وجهه كالشمس لأنه أضاء بنور داخلي فحتى الثياب صارت بيضاء كالنور كله نور لمعان نور سرمد نور أسنى نور باهر ساطع جدا في هاي الحادسة أحبائي مكتوب وإذا موسى وإليا قد ظهر لهم يعني البطرس ويعقوب يحنى يتكلمان معه يتكلمان مع المسيح بحسب بشارة لوقا يتكلمان عن خروجه طبعا ذهابوا إلى أرشليم والمقصود مجده مجده المقصود أنه موته على الصليب وقيامته من بين الأموات فجعل بطرس يقول ليسوع يا رب جيد أن نكون هاهنا فإن شئت نصنع هنا ثلاث مظلات يعني خيام لك واحدة ولموسى واحدة ولإليا واحدة هذا طبعا كان إعلان لبطرس حتى يتعرف الظاهر في شخصية إليا أو موسى في إشياء اللي هي ممكن تتعرف فيها شخصيتهم وفيما هو يتكلم إذا سحابة نييرة ظللتهم وصوت من السحاب قائلا هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت له اسمعوا ولما سمع التلميذ سقطوا على وجوههم وخافوا جدا كيف لا يخافوا فجاء يسوع ولمسهم وقال قوموا ولا تخافوا فرفعوا أعينهم ولم يروا أحدا إلا يسوع وحده طبعا في أي تسعة مكتوب وفيما هم نازلوا من الجبل أوصاهم يسوع قائلا لا تعلموا أحدا بما رأيتم حتى يقوم ابن الإنسان من الأموات لازم يكون في برهان وإلا لو تكلموا عن الحدث ما فيش الدليل ولكن بما أنه قام لأن القيامة تبرهن يسوع بالقيامة من الأموات تبرهن أنه ابن الله يعني هو تتكلم عن لهوت يسوع المسيح وأدركوا بعد القيامة هذا الاختبار العظيم الذي حدث معهم على جبل التجلي فإذن بعد كل هذا المقدمة أنا أحب أتكلم عن الموضوع ولكن أحب أعطي فرصة فاصل إذا عندك أي سؤال أو أي استفسار يمكنك التواصل معنا أحب أعطي فرصة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلاً أعزائنا مشاهدينا من واصل حديثنا عن تجلي المسيح وهو وهو واحد من أعظم الأحداث اللي حدثت قبل ذهاب يسوع المسيح إلى أورشليم اختار جبل عالي منفرد لكي يكون مع التلميذ بعد ما أعلن عن صلبه والغرض من مجيئه ومثل ما ذكرت أنه اختار ثلاثة من التلميذ وهذا طبعاً شهادة صادقة شهادة شهود العيان اللي تكلموا عن هذا الموضوع والجدير بالذكر خليني أقول لبعض المتشككين في هذا الموضوع وصعب جداً بعد ألفين سنة ييجي ناس يقول لك شو اللي بيثبت أو شو الدليل وش معنى أنه لثلاثة تلميذ مش اطنعش وليه أنه مش بعد القيامة وكتير مرات منتساءل في هذا الموضوع يعني تذكرت شيء مهم جداً خليني أقرأ قبل ما أواصل الموضوع يعني الرب يسوع حسم الأمر في بشارة أو في إنجيل يوحن في آية 37 من إصحاحة 12 ومع أنه كان قد صنع أمامهم آيات هذا عددها لم يؤمنوا به ليتم قول الشعياء النبي لاحظ لم يؤمنوا به ليتم قول الشعياء النبي الذي قاله يا رب من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب لهذا لم يقدروا أن يؤمنوا في عملية تسكير غل لأن الشعياء قال أيضاً اسمع هون الكلام قد أعمى عيونهم وأغلظ قلوبهم لألا يبصروا بعيونهم لألا يبصروا بعيونهم ويشعروا بقلوبهم ويرجعوا في أشفيهم قال الشعياء هذا حين رأى مجده وتكلم عنه هم يتكلم عن يسوع المسيح فإذا مع كل الآيات يعني إقامة موتة وفتح عيون العمي ومعجزات خارقة إشباع الآلاف ومع كل هذا اللي عاوز يآمن بآمن واللي ما عاوزه لكن البعض آمن بس كانوا بالسر لأنهم أحبوا مجد الناس أكثر من مجد الله في يحنى الثلاثة مكتوب لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل يخلص به العالم الذي يؤمن به لا يدان والذي لا يؤمن قد دين يعني من الأصل قد دين لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد وهذه هي الدينونة إن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلم أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة من الأصل أحب الظلمة أعمالهم شريرة لأن النور بيفضح لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لألا توبخ أعماله وأما من يفعل الحق فيقبل إلى النور لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة من اللي بيستخدم هذه الأسليب هم تجار الدين رجال الدين اللي مش عاوزين يفوتوا على الحياة الأبدية ومش عاوزين غيرهم يختبروا الحياة الأبدية فبيمنعوا الناس من دخول الحياة هي كل ما هناك صلاة بسيطة افتح ذهني افتح عيني قراءة بسيطة للإنجيل تستطيع أن تستكشف لنفسك عن هذا العمل العظيم فإذن خلينا أقول فإذن ظهر لتلميذ تلاتة تأكيد للشهادة طبعا شهادة الشهود العيان تلاتة شهود طبعا بتأكد أنه الموت يعني هو رايح للصليب بس أنه الموت لا يقدر على يسوع المسيح لأنه أبطل الموت وأنار لنا الحياة والخلود فإذن رغم أنه راح يموت على الصليب ولكن الموت ما إلو أي سلطان على يسوع المسيح فعن بيوري التلميذ أنتوا اللي عم بتشوفوه هو صحيح أنا راح للصليب بس الموت ما لهش ما إلو أي سلطان علي شيء تاني مثل ما ذكرت بعض الأسباب ليتأكدوا من وعد المسيح بالقيامة قيامته في المجن ثم إدراك التلميذ حقيقة يسوع أو ألوهة يسوع المسيح يعني مجد الأزلة جوهر لهوته هذا كان واضح جدا من هذا التجلي ثم تجلي المسيح هو إعلان مسبق كما ذكرت من ملكوت لملكوت الله هذا هو نور اللهوت حتى اخترق ثيابه صارت تلمع بنور سماوي نور صعب وصفه نور الألوهة نور الطبيعة الإلهية ألم يقل يسوع أنا هو نور العالم ألم يقل يحنى واحد فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركهم هذا نور الإلهي ليس مخلوق أحبائي وجهه كالشمس وهي تضيء في قوتها كما ذكرت في رؤية الإصحاح الأول ثم يعني هذا التجلي يرينا حالة مجيء مجيء ثانية ثم يظهر لنا أحبائي حالة أولاد الله عند مجيء يسوع المسيح في رسالة يحنى الأولى إصحاح ثلاثة مكتوب انظروا أي محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله من أجل هذا لا يعرفنا العالم لأنه لا يعرفه أيها الأحباء الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون ولكن نعلم يعني يقين حق حتمية نعلم أن تأكيد أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو وكل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو طهر فإذا هاي كمان رسالة لتلميذ يسوع المسيح في غاية الأهمية أحبائي في فليبي إصحاح ثلاثة آية واحد وعشرين خلينا نبتد من عشرين فإن سيرتنا نحن هو في السماوات التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح طيب شو بننتظر الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده بحسب عمل استطاعته أن يخضع لنفسه كل شيء سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده فإذا هاي الحالة هي حالة أولاد الله في مجيء يسوع المسيح ثانية فإذا أعلن في التجلي مجد ألوهيته حتى لا يهتز إيمان التلاميذ في حادثة الصل ثم نرى في هذه الحادثة هي الصلة بين العهدين بين العهد القديم والعهد الجديد طبعا العهدين مهم جدا لأنه لاحظ مثل ما تكلمت بيتكلم عن شهادة العيان النظر نظروا شافوا رأوا بأم عيونهم ما يحدث أمامهم شهادة السمع سمعوا صوت الآب هذا هو ابن الحبيب الذي به صرر له اسمعوا فإذا النظر والسمع ثم شهادة الحضور الماد شافوا يسوع في هذا التجلي رأوا المجد رأوا النور المتقلق المتلأل البهي بهاء المجد شافوا في يسوع يسوع المسيح لقد عاين الرسل عظمت يسوع المسيح أو كما قال البشير يوحان رأينا مجده مجدا شهادة السمع وشهادة النظر وطبعا السمع صوت الآب والنظر شافوا بأم عيونهم وأقبل عليهم من المجد الأسنى ثم السحابة أحبائي سحابة المجد المشعة واللامعة التي يعني توصف بحسب العهد القديم الشكينة أو الشكينة اللي هي المجد المتقلق أحبائي السحابة والسحابة معروفة في فكر العهد القديم فنرى موسى على جبل سيناء وجهه يلمع ونرى عندما أخذ الشريعة الوصاية العشر أيضا كان في سحابة غطت الجبل ونرى عمود السحاب الذي كان يهديهم في النهار وعمود النار في الليل ثم نرى السحابة التي حلت على خيمة الاجتماع عندما دشنت في خروج أربعين حل مجد الرب على الخيمة ثم نرى سحابة المجد أحبائي في تدشين الهيكل أخبار الأيام الثانية الإصحاح السابع فالفكرة معروفة ولكن هون سحابة تعتبر معجزة لأنه سحابة نييرة متألقة شهادة الروح القدس يعني اللي ظللت يسوع كما كان في المعمودية بهيئة حمامية هيئة حمامية صوت من السماء صوت الآب والروح القدس وهكذا شهود العيان أحبائي هذا كله اندل على شيء أنه كل هذه الشهادات حضور مجد الله كانوا مع الله في الجبل المقدس ثم الحضور المادة معه على الجبل وبتعرفوا أحباء لما نقرأ في رسالة بطرس التانية يقول لأننا لم نتبع خرافات مصنعة إذ عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح ومجيئه بل قد كنا معاينين عظمته لأنه أخذ من الآب لحظ الكلام كرامة ومجدا هنا بطرس لما بيكتب بعد فترة زمنية معاينين عظمته أخذ كرامة ومجد إذ أقبل عليه صوت كهذا من المجد الأسنى هذا هو ابن الحبيب الذي أنا سررت به ونحن هنا بطرس بيشهد سمعنا هذا الصوت مقبلا من السماء إذ كنا معه في الجبل المقدس مش بس بيكتفي في البرهان اللي شفوه بأم عيونهم لكن بيستشهد بالكلمة وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم يعني كل هذه موجودة في العهد القديم واللي بيدرس هذا المجد في العهد القديم والظهرات لابد أن يكتشف أن هذا مجد إلهي نوراني سماوي مجد غير عادي حل ثم يقول إنه إحنا لم نتبع خرافات مصنعة يعني ضد القاضة المزيفين اللي بحاولوا يعني أعطيني البرهان أعطيني الدليل ولسيا ما بعد فترة يعني بيسألوا يعني كأنه بكذبوا شهادة الشهود بلفقوا خرافات أساطير فبقول لم نتبع خرافات مصنعة إحنا عايننا عظمته شفنا معجزاته شفنا جسد قيامته صعوده إلى السماء كله كان أمام عيوننا كانت لمحة لجلاله الباهر مجد المتقلق طبعا بيتكلم كمان عن مجيث كنا معه شهود عيان ثم الكلمة النبوية إخوتي وأخواتي ثم الشهادات شهادة الآب شهادة موسى اللي كان مع يسوع على الجبل موسى يمثل الشريعة النموس وإليه هؤلاء أعظم رجال في العهد القديم إليه يمثل الأنبياء ودلئ لهم كرامة كبيرة عند اليهود إلى يومنا هذا فإذا شهادة الآب شهادة الروح بالسحابة النيرة شهادة موسى وشهادة تقيلية العهد القديم الطوراء والأنبياء ثم شهادة الشهود العهد الجديد بطرس يحنى يعقوب كل كتبه يحنى كتب بطرس كتب عن هذا الاختبار وعن المجد العظيم اللي شفوه ثم أحبائي شهادة الكلمة النبوية وهي أثبت فإذا هون عن وحي الأصفار المقدسة يقينية الشهادة الرسلية شهادة الرسل يقينية الكلمة النبوية ثم يقينية الشهادة الموحدة بين إليا موسى موسى بطرس يحنى يعقوب كل شهادة موحدة لشخص المسيح خروجه ذهابه إلى أورشاليم لكي يتمم الصلب والموت في أورشاليم لكن سيقوم في اليوم الثالث شهادة الرسل الرسل المبنية على حقيقة مش على تزييف فإذا طب شو اللي بيثبتلنا أحبائي قيامة يسوع المسيح ولما بولوس بيكتب أنه ظهر لخمسمائة شخص أغلبهم باقي إلى الآن هل في أي شخص راح استجوب لأنه قال أغلبهم مازال حي راح استجوب وسأل كل هؤلاء الشهود الأغلبية الصاحقة بحسب تاريخ الكنيسة قتلوا استشهادا من أجل يسوع أو يعقل كل هذه الناس بتموت وبتستشهد من أجل تزييف طب واحد واثنين وعشر وعشرين وخمسين ممكن يزيفه أو يعقل أنه مئات وآلاف يزيفه الحقيقة شيء آخر أنه أكبر دليل لصحة الكتاب المقدس لأنه لا يوجد أي دليل آخر تحت التاريخ في الشهادات والوثائق التاريخية من الكتاب ومن خارج الكتاب زي الكتاب المقدس أوعك حد يخدعك يجو قللك طب كيف نصدق أو ما نصدق خليني روحوا يوكلوا بيتسا لأنه بصراحة كل الوثائق موجودة بالكتاب المقدس وكل اكتشاف يكتشف عن الكتاب يثبت ويزيد من صحة الكتاب المقدس ليس أنه الأسد يحتاج أن يدافع عن نفسه أحبائي ولكن للأسف لأنه في ناس متشككين بيأخذوا كلمة من هون هون وبيحاولوا يحرفوها موسى اللي اختبر مجد الله على جبل سيناء وجه كان يلمع إليه على نفس الجبل جبل حريب الله اتكلم معاه يعني لم يكن لا في الريح ولا في الزلزلة ولا في النار ولكن بصوت يعني في صوت منخفض خفيف اقرأ هذه الحادثة ملوك الأول إصحاح 19 أعظم شخصيتين في تاريخ اليهود ثم بطرس يحنى ويعقوب كله شهدوا عن نفس الشهادة إن السحابة النيرة التي ظللتهم حب المنظر بطرس قالوا خلينا نصنع ثلاث خيام الموضوع جميل جدا لكن هذا الاختبار لا لا نزله للوادي وأول شيء شفوه بالوادي ولد مليان شياطين بيدخل النار والماء وبيجرح نفسه يعني مبهد الحال وأهله الرب يسوع أخرج هذا الشيطان فإذن أحبائي كل هذه الدلائل بتدل على حضور على مجد ابن الله برهان على أنه فعلا المسيح وهو الإله تغيرت الهيئة تخيير من الخارج اللي انعكس من الداخل أظهر مجده وشافه مجد يسوع المسيح عندما صار إنسانا يمكن وضع المجد جانبا لفترة زمنية معينة ولكن في يحنى 17 قال مجدني بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم في يحنى 12 مكتوب مجد وأمجد كل هذه الشهادات شهادة الآب شهادة موسى إلية يعقوب يحنب كله ثم أحباء الشخص اللي اتجلى يسوع الكامل بلا خطيح حاشة حاشة إنه الطاهر يكون أي شيء فيه تزويف هنا نرى الملك بحسب متى الملك ملك البر في مجده منشوف مجد شخصه مجد ملكوته مجد طبيعته مجد لاهوته مجد حتى خضوعه لخطة الآب للذهاب إلى أرشليم حتى إلية وموسى كان يشجعوه لتتميم الفداء والخلاص الموعود به بحسب العهد مجد قوته من يستطيع أن ينظر إلى يسوع في هذه الحالة فإذن أحبائي على جبل التجلي أظهر يسوع ألوهيته أظهرت خطة الله للفداء أهمية الصلب صلب يسوع المسيح ثم أظهر تفوق المسيح تفوق المسيح على موسى وعلى إلية اختفوا وبقى يسوع المسيح وهذا هو تعبير عن تيست مضاق للمجد الآتي الحالة التي سنكون عليها كأولاد الله وهذه صورة باهتة لمن سنكون عليه سيغير جسد أو شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده نكون مثل يسوع المسيح هذا الحدث اللي كتب عنه بطرس حتى يحارب البدع المزيفة والمتشككين أيضا بصلي أنه كانت هاي الرسالة فعلا مهمة لحياتك أخذ مكالمة سريعة من نهال أهلا وسهلا أخت نهال إذا أمكن سريعة السريعة حاضر حاضر سلام ونعمة حضر أهلا وسهلا أنا أقول حضرتك وفيت وكفيت في موضوع التجلي بالدليل والبرهان بس أنا عايز أدخل في حتة عملية نستفيد بها في حياتنا صغيرة جدا وبسيطة جدا مش هتاخد غرديقة واحدة وبصلي أنها هتنور قدام كل مشاهد مخلص بيبحث عن الحق حضرتك قلت إزاي أن حياتنا مع الرب لو فيها عشرة ومعرفة حقيقية حتما سنتغير إلى تلك الصورة يعني ما ينفعش أقول أني لي علاقة وعشرة مع الإله الحي وأنا زي منا بمعنى أن الخطايا اللي كنت بعملها زمان هي هي بكررها وبعترف بيها لكن برجع وعملها تاني وكل اللي شفني ما بيلاقيش فيي أي تغيير كنت شتام وحلاف وكذاب وبعد ما قلت أن أنا في الدين الصحيح وبعمل كل الفروض فرض فرض لكني ما زلت شتام وحلاف وكذاب لا هنا لازم أتخط وأسأل نفسي هل أنا على الطريق الصحيح أو بالأحرى هل أنا ماشي مع الإله الحقيقي لأن يا حضرة الأسيس نظار الإله الحقيقي صحيح بيقبلني بخطايا لكنه مش بيسبني بخطايا لازم بيغير فيها عشان كده هاختم كلامي وأقول إذا كنت فهمت معنى التجلي خلي التجلي ده ينعكس على حياتك وعلى سلوكك وتصرفاتك وخدها نصيحة مني الدين الذي لا يغيرك غيره هقولها كمان مرة لأنها ممكن صادمة لناس كتيرة الدين الذي لا يغيرك من فضلك كون صادقا مع نفسك وغيره والرب يبرك أمين شكرا جزيلا جدا أخت نهالي اللي ذكرتي فعلا كان مهم ربنا ربنا يباركك هذه الحادثة أحبائي حتى يشجع التلاميذ لأنه موضوع الصلب صلب يسوع المسيح في أورشليم موضوع رهيب جدا ومريع ومخيف أيضا وطبعا يعني مثل ما يقال احتمل الصليب مستهينا بالخزي يعني بالعار والخزي يعني يعني الخزي غطى وجه وتخيل وهو على الصليب انزل حتى نؤمن بك طب ما أنت ما أمنش لما أقام الأموات وانت نفسك رؤساء الكهنة استخدمت شهود الزور واستخدمت يهود الإسخريوطي ليخون المسيح والآن بتقول انزل يعني حتى قال يسوع وإن قام واحد من الأموات لن يؤمنوا مثل ما ذكر نصنع آيات كثيرة فالناقدين والمشككين اللي بحاول يقولك مش منطق ولا منطق كل هاي الأمور سيبقوا حتى نهاية الأيام ولكن ولكن هذه الأحداث إذا بتقرأ التسلسل والتناغم بين البشائر وهذه الأحداث أحبائي تنبهر من التفاصيل الدقيقة الكثيرة ولسيما أكتر تفاصيل اللي هي بتتكلم عن صلب وموت يسوع المسيح بس مش هاي النهاية يعني كتير مرات في ناس بقولك يعني ليش المسيح ما حرق الأعداء وليش رح للصليب وكذا لا 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 مش هاي نهاية ما حد بيقدر يصلب المسيح هو هو باختياره راح وكان الموت موت بديلة كفارة من أجلك ومن أجلي دفع ثمن خطيانة ما في إنسان في كل الوجود بتقول لي طب ما هو الله القادر على كل شيء كن فيكون طبعا هو يستطيع أن يقول كن فيكون ولكن هل الله يناقد نفسه وهل الله يناقد صفاته بين العدل أو الرحمة بين القداسة والبر أو بين المحبة فإذا كله يسير بتناغم بتوازن تام لأنه عادل لازم إدين الخطيئة ولأنه محب لاء الطريقة المثلة اللي هي كانت بفكر الله الأزلي أن المسيح الكلمة يتخذ جسد في ملء الزمان ويقمل العمل ورجع إلى مكانة الأولى فالمسيح هو كلمة الله المعلن عن الذات الإلهية والذات الإلهية طبعا في شخص يسوع المسيح إذا أحب هذه الحادثة كانت واحدة من أقوى الدعمات لكي يشجع التلميذ بغض النظر أنه أنا رايح للصليم ولكن الموت ما له سلطان علي قام وهزم الموت وهزم القبر وفتح وأنار الحياة والخلود والسماء والطريق إلى الآب لأنه أكمل العمل الكامل هذا هو الشخص اللي بدي أتبعه هذا الشخص اللي بدي أعبده هذا المثال الذي أريد أن أقتنبه مش أي كلام نحكيه ونرميه ولكن بدون أي أدلة ولا أي إثبتات بالنهاية أقول أحبائي لماذا لا تأتي إلى يسوع المسيح إيه اللي بيمنعك الكتاب المقدس موجود ليه خايف تقرأه قوعك تسمع نصايح اللي بتوديك على جهنم ابحث صلي أنت الآن بينك وبين الرب قولي يا رب افتح عني وأنا متأكد رح تكتشف يسوع المسيح ربنا يباركك إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر